تزود ينمو العلم ويتقدر تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي بلة الضمان والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأكاديمية زاد هذا هو الفصل الأول وهذا هو أول درس في مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مبسطة بحيث يتمكن منها بإذن الله عز وجل طالب العلم يتمكن منها بإذن المولى سبحانه وتعالى الإنسان العادي في خضم هذه الأمواج العاتية في الدنيا وفي خضم هذه الفتن من أن يلتمس قبسا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم بادي أذي بيد قبل الولوج في السيرة لابد للمسلم أن يعرف أهمية هذه السيرة وللأسف الشديد نحن في زمن نرى فيه تهافت الناس على معرفة سير من هب ودب فهم يعرفون سير الفنانين والفنانات أكرمكم الله عز وجل ولعب الكرة والرياضيين والسياسيين والأثرياء والمشاهير ويغفلون عن الدرة النفيسة المصونة عن خير خلق الله عز وجل الذي أرسله سبحانه وتعالى للناس بل للعالمين رحمة مهدات صلى الله عليه وآله وسلم فهناك عوامل عديدة تشجع الإنسان على دراسة السيرة وهناك أسباب وجيهة تدل على أهمية دراسة السيرة ومنها أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقرأ من الكتاب الذي سيوزع عليكم وسيكون منه إن شاء الله وقدر الاختبارات والتقويم سيرته صلى الله عليه وسلم هي الميزان الذي توزن به الأعمال وهذا كلام مستقى من كلام الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما أورد ذلك الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في المقدمة فالرسول عليه السلام سيرته هي الميزان ولذلك عندما أضاع الناس الميزان إما عن طريق الطغيان ألا تطعوا في الميزان أو عن طريق التفريط فيه أصبحت حياة المسلمين في ضلال لأنه لا يوجد لديهم ما يقيسون وما يقيمون به حياتهم بينما سيرته صلى الله عليه وسلم هي النبراس الذي يقتدى به ويهتدى في ظلمات الليل فهي الميزان الذي أستطيع أن أحدد هل أنا زوج صالح لزوجتي هل أنا أب صالح هل أنا جار حسن الأخلاق عن طريق قياس أفعالي وأقوالي بسيرته صلى الله عليه وسلم فما وافق هديه وسلوكه كان مقبولا وعلى وفق الشرع وما لم يوافق هديه وسلوكه كان مردودا وهذه نقطة هامة في أيامنا هذه عندما تكون في المجتمع ويأتي أحدهم بكل صفاقة فيقول يا أخي هذا تشدد هذا تزمد هذا تطرف ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أين أوتيت هذا العلم يا مولانا الآن أنت تحكم على فعل من الأفعال بأنه تشدد هل أتيت أثارة من علم هل عندك دليل من قرآن من سنة فقط متبع سيرته صلى الله عليه وسلم والمقتدي لهديه هو الذي يستطيع أن يحكم كم من الجهلة اليوم من يأتي فيقول يا أخي هذه اللحية إنما شكلها ليس بجميل وهذا من التشدد أنت للساعة شباب أنت كذا أنت كذا يا أخي من الذي يحكم على الأمور بأنها تشدد أو أنها تفلت أليس هو المشرع أليس هو الذي يتحدث ويتكلم عن وهو آمين من في السماء على الأرض صلى الله عليه وسلم إذن الميزان هو سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا أنها تجعل بين يدي الإنسان صورة ماثلة للقدوة الحسنة والمثل الأعلى للبشرية في أعظم صورها وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذا أمر الله باتخاذه قدوة فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لو أراد الله عز وجل أن نكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنزل كتابا لكل إنسان وكفى لأنزل الله عز وجل لهذا القرآن وأمر الناس أن يتبعوه وكفى لكن الله عز وجل أرسل كتابه وهو أعظم كتبه على أعظم رسله صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم ليلة وهي ليلة القدر وفي أعظم شهر وهو رمضان وفي أعظم بقاع الأرض وهي مكة كرمها الله عز وجل لماذا؟ كي نتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة قدوة إن نظرت إلى فعله ثم جاءك مأفون أفاك أثيم يقول ما نستطيع أن نطبق هذا لا تستطيع والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه وأمر أمته بتطبيقه فبنظرك إلى سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تجد فيها ما يصلح للتطبيق في حياتك وبذلك تهون عليك الأمور تهون عليك أمور العبادات تهون عليك أمور المعاملات لأن خير خلق الله عز وجل تعامل بمثل هذا التعامل وتهون عليك المصائب تهون عليك الشدائد فما ابتلي أحد بمثل ما ابتلي به صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك صبر فإن ابتليت بأقل من ذلك نظرت إلى قدوتك صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله عز وجل لتتأسى به ثم هانت عليك هذه الأمور ثالثا في دراسة السيرة النبوية عون على فهم كتاب الله عز وجل وعمل به لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها تطبيقا للقرآن معاملا به نجد من الناس من يدعي أن القرآن هو الذي نعتصم به وكفى وهذا خلل عظيم هؤلاء المعروفون باسم القرآنيين الذين يتركون ويذرون ولا يؤمنون بالسنة النبوية ليسوا حقيقة مسلمين من أعرض عن السنة إعراضا تاما وأنكر السنة النبوية أنها مصدر من مصادر التشريع فهذا كافر لأن القرآن لن يتمكن أحد من فهمه إلا بفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا أين تجد في القرآن أن الفجر ركعتان وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أين تجد في القرآن أن نصاب الذهب والفضة كذا وأن نصاب الخارج من الأرض من زروع وثمار كذا وأن نصاب بهيمة الأنعام كذا إلا من السنة وعلى ذلك فقس فإذن السيرة مهمة لفهم القرآن لمن ادعى حب الله عز وجل وحب القرآن ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده تركناه قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثلاث وعشرون سنة ما كثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني أصحابه يعلمهم ويهديهم يتعلمون من هديه وسمته وكلامه وحياته أكثر مما يتعلمون من أوامره عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسله لهذا الغرض ولذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها أحد التابعين لعله عروى بن الزبير وهي خالته قال لها يا أمة ماذا كان خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له أولست تقرأ القرآن كان خلقه القرآن إذن خلقه دينه هو القرآن هو القرآن مستقن منه والصحابة رضوان الله عليهم وجدوا في أنفسهم حرج من قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه هذا ما فهموه لم يلبسوا إيمانهم بظلم فظنوا أن الظلم هذا ظلم الإنسان غيره تقصيره تفريطه هذا كله ظلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الأمر كما تظنون ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم ففسر هذه الآية بتلك الآية وأن لك تعرف أن تعرف تفسيرها إلا لما يأتيك البيان الواضح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن سيرته مهمة عندما ينزل الآيات منازلها كما جاء في حديث السعي بين الصفة والمروة في صفة عمرته وحجه عليه السلام أنه عندما ارتقى الصفة قال إن الصفة والمروة من شعائر الله قرأ الآية وقال نبدأ بما بدأ الله عز وجل به فابتدأ بالصفة ولم يبتدي بالمروة لماذا؟ لأن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم بيّنت لنا ووضحت لنا كتاب ربنا عز وجل رابعا بدراسة السيرة النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالاطلاع على الجوانب العظيمة في حياته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين متفق على صحته محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بترف إنما هي أمر هام ينبغي على كل مسلم أن يعتنقه وأن يؤمن به وللأسف الشديد الناس قد انقسموا إلى أطراف شتى إلى طرفي النقيض وإلى وسط هناك من أفرط في حب النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنه خرج عن الجادة فغلى فيه صلى الله عليه وسلم وأنزله منازل الربوبية وأعطاه من الأمور ما لم يعطها لنفسه ولم يمنحه إياها ربنا عز وجل فادعى أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الأكوان وأنه حاضر ناظر وأنضوا حياتهم في مدحه والغلو فيه والدعاء أن من علمه علم اللوح والقلم فغلوا فيه غلوا عظيما وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكنهم معرضون عن نهيه معرضون عن هديه قال لا تطروني كما أطرط اليهود والنصارى أنبياءهم لا تفعلوا ذلك نهى أن يتخذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيداً فهذا الغلو موجود للأسف الشديد ولكن بدراسة السيرة تنال محبته صلى الله عليه وآله وسلم هناك فاصل بسيط ابقوا معنا وسنواصل بإذن الله عز وجل إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك إنشر مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار اترك أثراً قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية السلام عليكم ورحمة الله قبل الفاصل تكلمنا عن محبته صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا إن دراسة السيرة تزيد من محبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب وأن محبته ركن من أركان الإيمان ولا شك في ذلك ورذا الناس قد انقسموا إلى قسمين قسم قد غلى في حبه وخرج بحبه زعماً منهم عن الجادة وإن كنت حقيقة تحبه لا كنت يعني اتبعت هديه ولا اتبعت أمره واشتنبت نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واشتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع هذا حقيقة شهادة أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطرف الآخر هناك الجفات هناك قسات القلوب الذين لم يعرفوا سيرته عليه الصلاة والسلام ولم يرفعوا بذلك رأساً لا قرأ سيرته ولا يعرف أي شيء عن مغازيه ولا عن حياته ولا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكم يعني سألنا الناس وسبرنا أحوالهم وقلنا لشبابنا في المدارس وفي الجامعات بل وحتى الرجال الكبار سألناهم عن غزوة أحد متى كانت عن غزوة بدر متى كانت عن غزوة تبوك ماذا تعرفون عنها والله لا تجد عندهم شيئاً وسبحان الله لو سألتهم عن من الذي فاز برشلونة ولا الريال مدريد أعطوك النشرة لخمستاشر سنة قد مضت عن النتائج وعن من كان في الاحتياط وعن من الذي سجل الأهداف هل هذا يعقل؟ أن الإنسان لا يعرف تاريخه لا يعرف مصدر عزته وشرفه لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم الله عز وجل يقول أي فيه سؤددكم فيه شرفكم هذا هو القرآن ولن تستطيع أن تفهم القرآن إلا بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم لذلك هناك من الناس من فيهم جفوة وفيهم غلظة إن قلت له يا أخي هذه سنته عليه الصلاة والسلام أعرض عنها وقال يا أخي هذه سنة ما لست بمطبقها سبحان الله تعرض عن ما يحبه الله ويحبه نبيك صلى الله عليه وسلم بحجة أنها سنة كم من الناس من يأتي أسر يا شيخ هذا حلال ولا حرام نقول له هذا مكروه قال مكروه هذا ما فيه بأس إذا يكرهه الله إذا يكرهه الرسول عليه وسلم لا حرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا بقي من الإيمان تقول له هذه سنة يعني من سنة الرسول عليه وسلم كان يفعلها قال يعني لو ما فعلتها بأثم إذا ما آثم ما أريدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا جفاء وهذا دليل على غلظة القلب خير الناس هم أهل الوسط جعلني الله وإياكم منهم من هم أهل الوسط؟ أهل الوسط هم الذين يتبعون السنة ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا يخالط قلوبهم ولذا لما جاء الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال عمر رضي الله عنه في بعض الروايات والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم هذا الكلام ما كان يقصده حقيقة إنما كان يشير إلى ما يمليه إليه عقله يعني الحب نوعان حب فطري غريزي وحب شرعي فالحب الشرعي هذا يجب أن يعلو على الجميع لو خيرت بين مقتل ولدك أو مقتل أبيك أو مقتل أحب الناس إلى قلبك أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاك بشوكة ولذلك أظنه زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه عندما أرادوا أن يضربوا عنقه وقد مسكوه هو وأصحابه مثل عاصم بن الثابت ابن أبل أقلح وغيرهم في غزوة الرجيع يعني نكثوا عهدهم وسيأتي لعلها الله أعلم فأسروهم وقد يعني احتالوا على أنهم أبدوا الإسلام وأرادوا من الرسول أن يبعث معهم عليه الصلاة والسلام من يعلمهم موردينهم فلما كانوا في متصف الطريق أخرجوا سيوفهم وأعدوا لهم العدة وأرادوا أن يأسروهم مقابل مبلغ من المال لقريش الذين أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم من ما حصل في أحد وعاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قاتل حتى قتل وكذا معه أحد أصحابه واستأسر إثنان يعني أسروا إثنين واحد منهم إن لم تخني الذاكرة هو زيد بن الدثنة وهو الذي عندما أرادوا أن يضرب عنقه قال له أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وكان إذاك سيد المشركين فقال له أيا سرك أن تكون في أهلك وبين أولادك وأن محمدا عليه الصلاة والسلام يضرب عنقه مكانك الآن أنت بتموت فإيش رأيك لو افتديناك بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى الآن في مكانك تضرب عنقه وأنت آمن مطمئن بين أولادك وأحبابك وما كنت تألفه من حياة انظر إلى الحب قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي وولدي ومن أحب وإن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يشاك بالشوكة قال أنا رقبتي تضرب ولا يشاك عليه الصلاة والسلام وهو في بيته آمن مطمئن بشوكة أم جنون أنت تريد أني أفتدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسي لا والله فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو حقيقة الحب هذا هو الحب الذي يجب يلزم أن يملأ قلب كل مسلم فعمر رضي الله عنهم أشكلت عليه قليلا فنطق بما ظن فلما قال هذه المقولة قال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى تكون نفسك التي بين جنبيك يعني هذا ما يصلح ما تؤمن إلا لما أكون أنا أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك فتسكت هنايها رضي الله عنه شوية كذا سكت توقف تأمل ثم قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين ونفس التي بين جنبين فقال له الآن يا عمر الآن آمنت هذا هو حقيقة الإيمان وعمر هذا أيضا مشكلته مشكلة أخرى رضي الله عنه وأرضاه يعني سبحان الله يأتي في الأخير ويتبوأ أعلى المناصب ما أسلم من أول سنة ولا ثاني سنة ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس سنة أسلم ما في السنة السادسة من البعثة ولكن في لحظات أصبح ثاني أهم شخصية في التاريخ الإسلامي في أمة الإسلام أصبح ثاني أحب إنسان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبي بكر ولذلك كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر عمر وهو صاحبه في دفنه صلى الله عليه وسلم فهو وأبو بكر متفوناني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة هذا عمر أمر آخر ولذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تملأ الوجدان يجب أن تملأ حياتك تعظيمك للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا باتباع سيرته تقرأ سيرته تتعلم ونحن نرى في السنوات الماضية ولربما رأينا ذلك في السنوات القادمة عندما يتجرأ أعداء الله من الكفار فينال منه عليه الصلاة والسلام كما حصل في الصور المتحركة أو الصور المسيئة في الدنمارك أو في فرنسا أو في غيرها عندما يحصل هذا الأمر ترى المسلمين يهبون لإنكار هذا الأمر فمنهم من يغلو وهذا الذي يحصل في المظاهرات والحرق والتفجير والعمليات الإرهابية هذول محبين للنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أخطأوا الطريق لأن لو كان حبهم صادق لما فعلوا هذه الأمور التي ينكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أي ما إنكار ولذا لو تتعلم سيرته وتدرسها حق الدراسة تعرف كيف تحبه صلى الله عليه وسلم ذاك الحب المتوازن الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامسا شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته هي المنهج العظيم للمسلم هذا المسلم الذي يريد الخير والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة ما هو المنهج هذا المنهج الذي نتكلم عنه أنت عندما تدرس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني شمائله عليه الصلاة والسلام أخلاقه صفاته لما تنظر إلى كرمه كرمه مبطبيعي كرم ليس طبيعيا لأنه كان يعطي كما جاء في قول العرابي عطاء من لا يخشى الفقر إذا سئل رداءه الذي ليس له غيره فإنه يعطيه ما قال لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم كيف ما تحبه كيف لا تحبه صلى الله عليه وآله وسلم النبي اللهم صلي وسلم عليه له من الأخلاق الشيء العظيم بدراستك السيرة تتعلم الكرم أعطى أعرابيا ما يعرفه غنما بين واديين يعني ألف غنمة ألف شات أحدنا قد يظن بالشات عنده لو أتاه سائل الرسول عليه السلام رأى هذا الأعرابي ينظر إلى تلك الغنائم التي جمعت من حنين وقد فغى رفاه يعني فتح فمه بطريقة أنه مندهش إيش المال هذا إيش لو أحدنا لو أن أحدنا رأى معرضا للسيارات فيه الميباق فيه الفراري فيه المزاراتي فيه البورشات فيه الأوستن مارتن سيارات ربما إن كان محبا للسيارات يفغى رفاه بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه ينظر إليه فيقول له أتحبه هذا الغنم يعجبك قال نعم قاله لك الرجل فر إلى قومه يقول يا أيها الناس أسلموا وأقبلوا على محمد فوالله إنه لا يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر هذا سيدنا عليه الصلاة هذا هو قدوبتنا عليه الصلاة أما بالنسبة للشجاعة فحدث ولا حرج علي رضي الله عنه أرضه يقول كنا إذا حمي الوطيس يعني في القتال تترسنا بالنبي عليه الصلاة علي الشجاع يختبئ وراء الرسول عليه الصلاة الذي يقدم على القوم على الكفار بجسده غير خائف ولا هائب يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب تعالوا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تتعلم من شجاعته سيرته هذه شمائله هذه في خضم الفتن المتلاطمة الأمواج في هذه الأيام عبارة عن التترس به عليه الصلاة والسلام لما نرى التكفيريين لما نرى الخرافيين من عباد القبور لما نرى أولئك العقلانيين من معتزلة وغيرهم من من غيروا دين الله عزيزي لما نرى تعامل المنافقين ونتعرفنهم في لحن القول يبال من فلتات لسانهم ماذا نفعل ما نستطيع أن نفعل إلا أن نتترس بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وأن نتعلم من أخلاقه وشمائله وبذلك تعلم أن هذا هو المنهج الذي لو اتبعته نجوت إيش يقول أبو بكر رضي الله عنه لعمر في غزوة الحديبية قال يا عمر إلزم غرزه يعني ما حل ما يكون تمسك بهذا الحبل الذي يربط السراج على الجمل أو على الناقة إلزمه وتمسك به تنجو وأنت إذا تمسكت بشمائله صلى الله عليه وآله وسلم نجوت بإذن الله عز وجل فاصل آخر ونواصل بإذن الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية سقيه يمسح على الخفين معا أو يبتجئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا ياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد امتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة ويكون المسح في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الإغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر فإن أراد المسح مرة أخرى واجب عليه أن يتوضى أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدمي ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة قناة زاد العلمية السلام عليكم ورحمة الله النقطة السادسة في أهمية دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام التعرف على الجيل العظيم جيل الصحابة رضوان الله عنهم ومواقفهم مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخدمتهم لشريعته وافتدائهم إياه بالنفس والولد والمال ومدى حرصهم على الاقتداء به في كل قول وفعل وأمر ونهي فيكون سبيلا للاقتداء بهم لا شك أن السيرة النبوية حافلة بقصص الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة هذا الجيل العظيم سبب هام في النجاة في وضوح الرؤية في معرفة الرسالة الشركات الآن لابد لها من رؤية ورسالة واستراتيجيات هذه أنت كيف تعرفها إن لم تتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم إذن أثبت صلى الله عليه وآله وسلم الخيرية لهذه القرون الثلاثة المفضلة ويقصد بالقرن كما يقول أهل العلم هو الجيل فخير القرون قرني أي الصحابة والذين يلونهم أي التابعين والذين يلونهم أي تابع التابعين القرون المفضلة منهم نستطيع أن نتعلم وأن نهتدي فهم لا يجمعون على ضلالة وهم أقرب الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي هم أعلم الناس بمراده إذا تكلم بالحديث هم أقرب الناس بنزول القرآن فهم أعلم الناس بتفسيره يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون سورة يعني تعلمها مباشرة أكثر من ثلثي القرآن أخذهم من فمن نبي عليه الصلاة والسلام وهو كان من القراء المجودين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتعلم القرآن منهم وأمر تعلم القرآن من أربعة ومنهم ابن أم عبد وهو عبد الله ابن مسعود فإذا قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وإحاطتهم به وتعلمهم منه دليل على أنهم أوتوا من العلم الشيء الكثير لذا بدراسة السيرة النبوية تتعلم عنهم وتتعرف إليهم فتعرف مثلا أسماء ما كنت تعرفة من قبل أسأل من شئت عن سلمة ابن الأكوع لقال لك سلمة ابن نيش هذا اسم رجل هذا اسم رجل سلمة لأ وابن الأكوع ليش هذا الاسم تسأل ناس عنهم وما يعرفون أن هذا من خيرة المشات بالتعبير العسكري الحديث كان رضي الله عنه من خيرة المشات ومن خيرة الجنود حتى أنه في بيعة الشجرة بايع النبي عليه الصلاة والسلام ثافة مرات في أول القوم وفي وسطهم وفي آخرهم قال بايعنا الرسول على الموت فقال أين سلمة فقلت هانذا يا رسول الله قال بايع قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس قال بايع فبايعته في وسطهم ثم في آخر الناس قال أين سلمة فقلت هانذا يا رسول الله قال بايع قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس ووسط الناس قال بايع فبايع تسأل عن سلم الأكوع ما تدري منه تسأل عن سيد بني عبد الأشهل سيد الأوس سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن سل إن شئت عن رجالات النبي عليه الصلاة والسلام عن العشرة المبشرين بالجنة عن أبي بكر أو عن عمار أو عن عثمان ذي النورين أو عن علي بن أبي طالب تسأل عن أمين الأمة أبو عبيد عامر بن جراح أم على أثر أثريائه عبد الرحمن بن عوف أم عن خال النبي عليه الصلاة سعد بن أبي وقاص أم عن ذاك الكريم المجواد طلحة بن عبيد الله أم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمته صلى الله عليه وآله أو عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل عشرة من خيرة خلق الله عز وجل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض لما تتعلم سيرتهم لما تعرف أحوالهم لما تسبر أخبارهم هذا هذا يسبب لك يعني محبة كاملة شاملة لأصحابه صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد الأنبياء بلا شك أسأل الله يحشرني وإياكم معهم يوم القيامة ثم لما ننتقل إلى النقطة السابعة وهي الأخيرة أن في دراسة السيرة عونا لفهم الدين كله لن تستطيع أن تفهم الدين شاملا كاملا إلا بدراسة السيرة فتعرف مواقع وأسباب نزول الآيات تعرف سبب قوله صلى الله عليه وسلم أهل مكة أدرى بشعابها تعرف لماذا فعل عليه الصلاة والسلام ما فعل فلما تفهم هذا الدين سواء كانت أمور عقدية فالرسول مكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة وهو يدعو الناس إلى العقيدة إلى الأخلاق لم توجد هناك شرائع مثل زكاة أو صلاة بالتعريف إلا في الأخير بعد الإسراء والمعراج لم يوجد هناك أحكام مثل ما نزل في المدينة فإذا أنت تعلم أمور العقيدة أسماء والصفات تعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم في أموره الفقهية وإذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام تطبيقا للدين كله فأنت تفهم هذا الدين عن طريق دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام وبالتالي تستطيع أن ترد الشبهات على أولئك التكفيريين على الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام وقع صلح الحديبية تعرف أن هذا الصلح في الظاهر لنا فيه ضيم لكن تعرف حدود ولي الأمر ماذا يستطيع أن يفعل وماذا يستطيع أن لا يفعل لكن إن لم تدرس السيرة فأنت بعيد كل البعد عن فهمي ذلك ولذا قال عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون لابد أن تعرف رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعني تدرس سيرته وهذا يقودنا إلى التحذير من بعض الكتب في الصفحة السادسة الآن أنا أدرس السيرة طيب أدرسها من فين هناك العديد العديد من المصادر لكن كما تقدم هناك الغلات وهناك الجفات ولابد أن تبحث عن الوسط فمن كتب السيرة الطيبة الموجودة المتوافرة بفضل الله عز وجل سيرة ابن هشام وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق هناك السيرة النبوية مثلا لابن كثير موجودة ومذكورة أيضا كذلك في البداية والنهاية لابن كثير الذهبي كتب ذلك في تاريخ الإسلام وكتب عن السيرة النبوية في مجموعة عظيمة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كتب عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الرحيق المختوم وهو من المختصرات الجميلة الطيبة الموجودة في سيرته عليه الصلاة والسلام هناك الكتاب الماتع الجميل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم وهو كتاب شامل لأمور في الفقه والعقيدة والسيرة النبوية كذلك هناك كتاب صغير جميل اسمه وقفات تربوية مع السيرة للشيخ أحمد فريد وهو كتاب متوازن وجميل جزى الله مؤلفه خير الجزاء كذلك هناك السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري وهو كتاب أنصح طلاب العلم باقتنائه والقراءة فيه فإن فيه الشيء الجميل هناك كتب قد تختلف معنى عقديا ولكن فيها من الفوائد ما ينبغي فقط لطالب العلم أن يقرأ فيها وإلا كتابها يختلفون معنى إذ أنهم ليشوا من أهل السنة والجماعة مثل الغزالي محمد الغزالي والبوطي رحمهم الله في كتاب فقه السيرة أو السيرة النبوية ونحو ذلك إلا أن هناك كتب لابد للمسلم أن يحذر منها فالكتب التي ألفها الخرافيون العباد القبور وغلوا في أمور الرسول والسلام وذكر معجزاته الكتب التي ألفها الرافضة الشيعة فهؤلاء من أكذب الخلق ولا يشك في ذلك أحد وهم أعداء الدين كذلك هناك مثلا الكتب الأدبية كالعقد الفريد وككتاب الأغاني للأصفهاني أظنه نعم لأبي فرج الأصفهاني أو العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي هذه كتب أدبية يدخل فيها ما يعني يراه الكاتب مناسبا لكنه فيه الكثير الكثير من الخرافات ومن الحديث الموضوعة والمكذوبة ولا شك أن أعظم مصادر السيرة النبوية كتاب الله عز وجل وفيه ذكر لشيء من هذه الوقائع ثم الكتب السنة فصحيح البخاري صحيح المام مسلم سنن أبي داود النساية ترمذي بن ماجا وغير ذلك مسلم أحمد موطن من مالك هذه كلها كتب سنة لكنها تحتوي على الكثير الكثير من صحيح السيرة والنبوية صلى الله عليه وآله وسلم لذا ينبغي على المسلم أن يتأكد من صحة مصادر السيرة وأن يتجنب هذه الكتب الأدبية التي يدخلها الكثير من الدس والأحديث الموضوعة والأخبار الباطلة مثل كتاب الأغاني وكتاب العقد الفريد والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وبهذا ننتهي من هذه الحلقة الأولى في مختصر الدراسة دراسة السيرة النبوية حتى نلقاكم في حلقة أخرى أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولم يسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي قلة الضمان والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى ننازات أكاديمية للعلم